السابعة مساء بتوقيت الخرطوم هذه نشرة الأخبار من قناة البلد الفضائية معكم فيها محمد السعودي وإلى عنوين رئيس الاتحاد الافريقي الإسلامي خليفة الطريقة التجانية بالسنغال يلبي دعوة الكاردينال هدو الأحوال بياب نعامة بعد احتجاجات أدت لمقتل ثلاثة أشخاص الخرطوم تعلن كامل الاستعدادات لانطلاق امتحانة شهادة الأساس ولجنة المنظمة للمسابقات في الاتحاد السوداني لكرة القدم تعقد اجتماعا مهما ظهر الثلاثة إلى التفاصيل أهلا بكم لبأ الشيخ محمد الماحي إبراهيم نياسا الكولاخي رئيس الاتحاد الافريقي الإسلامي والخليفة العام للطريقة التجانية بالسنغال وأبناء وأحفاد الشيخ الكولاخي ومقدمين الطريقة التجانية لبوا دعوة العشاء التي أقامها دكتور أشرف صيد أحمد الكاردينال على شرف مقدمهم للبلاد وتكريما لما قدموه للإسلام والمسلمين والصوفية في أفريقيا والوطن العربي وجاء العشاء في إطار روحي صوفي تخللته المدائح النبوية والتكبيرات والتهليلات والمحبة العفوية والسلام الروحي والنفسية الذي انعكس على ساعات التلاقي التي مرت في غمضة عين اليوم يوم من الأيام الجميلات الخالدات عن مباركات بزيارة سيدي محمد الماحي إبراهيم نياس الكولاخي شيخ الطريقة التجانية وهذه الزيارة الكريمة مع أنجاله وأحفاد سيدي إبراهيم نياس الكولاخي زيارة حقيقة لها مدلولات ومعاني ولها بركة وتبركات ولها سرر وأسرار إنه يشرفنا في منزلنا الحامر ونعتبرها زيارة حقيقة يعني حظينا بفرصة وحظينا بكرم من المولى عز وجل وسيد رسول الله وسيد أحمد التجاني وسيد الكولاخي وإنه الخليفة سيدي محمد الماحي إبراهيم بن ياس اليوم في دارنا حقيقة نشكر نشكر ونشكر كل الوفد المرافق وهو كل الضيوف الكرام والحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نعصر الحق بالحق والهدي لأصراتك المستقيم وعلى أهله حق قدر ومغداره العظيم نفى مكتب عضو مجلس السيادة الدكتور عبدالباقي عبدالقادر أزيبير رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية بشدة صلة عضو مجلس السيادة من قريب أو بعيد بالمنشور المتداول والمختص بتحويل أموال المقتربين والذي يتضمن إساءة واضحة لهذه الشريحة المهمة من أبناء الوطن الغيرين ويؤكد أن هذا مجرد افتراء نسب إليه زورا وبهتانا ويؤكد مكتب دكتور عبدالباقي أنه سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية وفتح بلاغ في نيابة المعلوماتية لملاحقة ومحاسبة من نشر هذه الأكاذيب التي تثير الفتن وأشار إلى إشادة عضو مجلس السيادة بالدور الرائد والطليعي للمختربين في تنمية السودان ودعمه اقتصاديا عبر مختلف الحقب والأزمنة فضلا عن دورهما الفاعل والكبير في عكس أخلاق واقيم السودان السمحة دعا القيادي بالمكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير خالد عمر يوسف لأهمية إعلاء النقاش الموضوعي بين جميع القوى التي تطالب بالتحول المدنية الديمقراطية وأن نأي عن الفخاخ التي تنصبها قوى الثورة المضادة والتي تستخدم الوسائط الألكترونية ضمن أدوات عملها باشتزاء ما يقال وتقطيعه وإثارة التناقضات بين صفوف طالبية التحول المدني وجاء حديث خالد على صفحته الرسمية على الفيسبوك ردا على مجموعة غاضبون التي تتصدر التظاهرات مع لجان المقاومة وأوضح خالد عمر أن قضية الإصلاح الأمني والعسكري وتوحيد الجيوش تتطلب نقاشا واسعا لتحديد طبيعتها ومطلوبتها وهو أمر لانتقال ديمقراطي أو وحدة لكيان الدولة بدونه وأضاف هذه القضية أهدافها هي النأي بالجيش عن السياسة وإيقاف العمل السياسي من بين صفوفه ودمج كل القوات الموازية الأخرى فيه عبر إطار زمني محدد وتطويره وتحديثه وتقويته ليطلع بذات المهام المماثلة في الدول الديمقراطية التي تمضوا تحت القيادة المدنية المنتخبة والشرعية وتابع هذا الأمر لا يمكن أن يتم بدون نقاش مباشر بين المدنيين والعسكريين في قيادة هذه المؤسسات يتحدد الأشخاص والتوقيت لاحقا وفقا للمعطيات المتوفرة حينها ولكن لا سبيل لبلوغ هذه الغاية بتجريم الوسيلة نفسها وعرض فقائلا يتطلب أيضا هذا الأمر أن يتلمس كل من المدنيين والعسكريين المصلحة المباشرة من التحول الديمقراطي الذي يجب أن يخاطبها وأن لا يخفلها فمتى ما شعر أي طرف بأن هذا التحول هو ضده وتوحد في ممانعته فلن يكون من الممكن إنجازه وأشارها إلى ضرورة أن تتكامل أدوات السلمية والمقاومة لإنجاز التحول المدني الديمقراطي شهدت قاعة مركز دراسات السلام والتنمية بالدمازين اليوم مراسم توقيع الإعلان عن التحالف السياسي الجديد غوست والذي يضم 18 كتلة ثورية بإقليم النيل الأزرق وعضح الدكتور إبراهيم عامر حامد عضو التحالف أن غوست تضم القوى الثورية والقوى السياسية والباحثين والأكاديميين والمهن المتخصص الثورية ومبادرة المجتمع المدني والجان المقاومة والمهتمين بقضايا النيل الأزرق ويأتي التحالف باسم تحالف القوى الوطنية للسلام والتغيير والمختصر بهذا الاسم بعد حوارات ونقاشات مع كافة المكونات الثورية والمهتمين بقضايا إنسان النيل الأزرق بالإضافة إلى الإدارات الأهلية بالإقليم حيث امتدت هذه المشاورات لأكثر من ثلاثة أشهر وسيعمل التحالف في طيات وثيقته على تحقيق 26 بند أساسيا من بنود الإعلان حيث تتضمن الوثيقة بلفات السلام الشامل وقضايا العائدين والنازحين وقضايا التنمية والإعمار وقضايا الثروة والسلطة حسب اتفاق جبال السلام إلى جانب العديد من الملفات المهمة في الوثيقة أكدت لجنة ألمن بولاية سنار هدوء الأحوال بمنطقة أبو نعامة عقب الأحداث التي جرت بالمنطقة مؤخرا ثلاثة قتلى وعدد من الجرحة وكانت لجنة والطباء المركزية قد قالت في بيان إن ثلاثة أشخاص قتلوا برصاص السلطة وأصيب آخرون في احتجاجات رافضة لعادة مشروع كنافة بن عامة لرجل الأعمال معاوية البرير بعد أن استردته لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وقالت لجنة والأمن بالولاية في بيان عقب اجتماع طارئ برئاسة والي الولاية المكلفة إنها اتخذت التحوطات اللازمة لمنع تكرار هذه الأحداث مجددا وأشارت إلى تدوين بلاغ والتحقيق حول الأحداث حيث كانت لجنة الأمن قد ذكرت في بيانها وقوع اشتباكات في منطقة مشروع الكناف 18 كيلو متر من مدينة أبو نعامة محلية أبو حجار بولاية السنار يوم الأربعاء الماضي بين مجموعة من مواطني منطقة أبو نعامة وأفراد من القوات المسلحة التابعين لحرس التأمين بمشروع الكناف قتل على إثرها ثلاثة من المواطنين وأصيب آخرون بجروح متفاوتة أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم عن اكتمال كافة الإجراءات الفنية والإدارية لإنعقاد امتحان شهادة الأساس دورة مايو 22 والذي يعتبر خاتمة مطاف للسلم التعليمي الذي أدخلته حقبة الإنقاذ ببان سبتمبر 90 حيث أعيدت المرحلة المتوسطة التي ألغتها الإنقاذ ويجلس الامتحانات هذا العام وفقا للأستاذ زكريا محمود محمد مدير الإدارة العامة للقياس والتقويم التربوي بولاية الخرطوم حوالي 236.271 تلميذ وتلميذة موزعين على 1221 مركزا داخل السودان و160 مركزا خارج البلاد وأكد زكريا استعداد الوزارة لقرع جرس جلسة اللغة الإنجليزية كأولى الجلسات بالجدول مثمنا دور المعلمين والإداريين الذين لم يألوا جهدا في إكمال الاستعدادات للامتحان كما شكر الجهات الأمنية والشرطية لإشرافهم الأمنية على سير التجهيزات الفنية والإدارية حاثا أولياء الأمور على ضرورة مساندة التلاميذ حسيا ومعنوية انطلقت صباح اليوم في جميع محليات ولاية شمال دارفور امتحانات شهادة المرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2021-22 والتي جلس لها 55908 تلميذ وتلميذة موزعين على 227 مركزا من بينها 85 مركزا أو 85 مركزا بمحلية الفاشر وقرع والي شمال دارفور الجنرال نمر محمد عبد الرحمن جرس انطلاقة الامتحانات بمدرسة أم القرى الأساسية بنات بالفاشر برفقة رئيس الجهاز القضائي المدير العام لوزارة التربية والتعليم وقائد الفرقة السادسة مشاه ومدير عام شرطة الولاية بالإنابة وعدد من المسؤولين بالولاية وقال والي الولاية في تصريحات صحفية إن حكومته أعدت خطة استراتيجية طموحة لإحداث نهضة تنموية شاملة في مجال التعليم مشيرا إلى أهمية التعليم باعتباره أساسا تقدم أو أساس تقدم الشعوب وتطورها وتعهد الوالي بالعمل مع الجميع من أجل تحقيق الاستقرار العملية التعليمي مضيفا أن الحكومة تبدل جهودا حتيثة من أجل معالجة كافة مشكلات العاملين والمعلمين بالولاية اطمئنت لجنة المخططات الاستثمارية في اجتماعها بدونغولا برئاسة مفوض مفوضية الاستثمار بالولاية الشمالية المهندس عمر علي صالح على سير عمل اللجنة والتحديات التي تواجهها وأكد مفوض مفوضية الاستثمار أن اللجنة قامت بعمل كبير خلال الفترة الماضية بتجهيز عدد من المخططات الاستثمارية الزراعية والصناعية والخدمية للمستثمرين وستواصل عملها وخطتها خلال المرحلة القادمة من أجل إعداد وتجهيز كافة المخططات الاستثمارية وعرضها على المستثمرين الوطنيين والأجانب الراغبين في الاستثمار بالولاية الشمالية وكذلك الاستفادة من الميزات النسبية التي تتمتع بها الولاية في مجالات الاستثمار المختلفة كما أكد مواصلة جهود المفوضية وحرصها على تسهيل وتبسط الإجراءات للمستثمرين من خلال تفعيل عمل النافذة الموحدة وتقصير الظل في الأداء وتوحيد نافذة الرسوم وتحقيق رغبات المستثمرين الذين ظلوا ينادون بذلك طوال الفترات السابقة بحث الأستاذ عباس عبدالله كارا حاكم إقليم النيل الأزرق بالإنابة وزير المالية لدى لقائه بمكتبه اليوم وفد قيادات الرعاة الرحل بحث مجمل التحديات التي تواجه شريحة الرعاة بمواقعهم المختلفة حيث أبان ممثل الوفد أن اللقاء وقف على التحديات التي تواجه الرعاة بالمناطق الحدودية مع دولة أثيوبيا مبينا أن الحاكمة بالإنابة دعا الرعاة إلى ضرورة العمل على دعم النسج الاجتماعي بالمناطق الحدودية وأعلن التزام شريحة الرعاة الرحل بدعم وإنجاح برامج التعاون والتواصل وبرامج ترقية وتطوير العلاقات الحدودية مع المجتمعات الحدودية بالجارة دولة أثيوبيا ينطلق منتدى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية تحت شعار التجارة البينية ودور القطاع العام والخاص في تحقيق ذلك والذي ينظمه البرلمان العربي خلال الفترة من الثالث والعشرين إلى الخامس والعشرين من مايو الجاري وبجمهورية مصر العربية وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المصرية دكتور مصطفى مدبولي جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده صاحب معالي سيد عادل بن عبد الرحمن العصمير في القاهرة استعرض من خلاله الترتيبات والتفاصيل الخاصة المتعلقة بإطلاق منتدى التكامل الاقتصادي العربي المقرر عقده يوم الاثنين المقبل الثالث والعشرين من مايو ويستمر حتى الخامس والعشرين من بالشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية رياضيا اتعقد لجنة المسابقات في الاتحاد السوداني لكرة القدم اجتماعها الثاني عشر عند الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثة بقاعة اجتماعات اللجنة في مقر الاتحاد الكائن بالخرطم اثنين ويترأس الاجتماع على استاذ طارق عطى صالح نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة المنظمة للمسابقات وسيتم النظر في عدد من الاجندة المدرجة على طويلة اللجنة ومن بينها برمجة المراحل المتبقية في المنافسات القومية والنظر في تقارير حكام ومراقبي المباريات التي جرت مؤخرا بالتنافس القومي والنظر في الشكاوى كذلك أصدر مجلس إدارة المريخ السوداني الذي يرأسه آدم سوداكال بيانا غاضبا استنكر فيه تصرف نائب رئيس اتحاد كرة القدم ورئيس اللجنة المالية والتسويق والتلفزة طاها فكي الذي ذكر أنه سلم حافز وصول المريخ لدور مجموعات دوري الأبطال للمجلس الآخر للنادي الذي يقوده حازم مصطفى وقرر مجلس سوداكال تقديم شكوى للجنتين الانضباط والأخلاقيات بالفيفا ضد مسؤول الاتحاد السوداني قرر نادي الهلال إيقاف تدريبات الفريق بينما سيغادر أعضاء الطاقم الفني إلى دولهم وذلك في أعقاب الفوز القياسي الذي حققه الفريق في الدوري السوداني الممتاز لكرة القدم على الأمل عطبرة بسباعية نظيفة وقال نادي الأزرق إنه قرر إيقاف التدريبات لمدة عشرة أيام سيرتاح خلالها اللاعبون الذين لم يشملهم الاختيار لمنتخب السودان الذي تجمع اليوم لبدء الإعداد لمواجهة موريتانيا والكنغو الديمقراطية خلال يونيو المقبل ضمن تصفياته كأس أمم إفريقيا عشرين ثلاثة وعشرين هذا وسيعود اللاعبو الهلال إلى التدريبات في الأول من يونيو القادم وأكمل نادي الهلال ترتيبات سفر أعضاء جهازه الفني بقيادة البرتغالي جواموتا يوم أو اليوم إلى دولهم حيث سيمكثون هناك لأكثر من أسبوع قبل العودة للسودان أعلنت لجنة التطبيع بنادي الأمل عطبر عقد الجمعية العمومية الانتخابية في العشرين من شهر يونيو القادم لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي بعد انتهاء فترة تكليف التطبيع الحالية وقد خاطبت اللجنة والاتحاد السوداني لكرة القدم بصورة رسمية بتاريخ عقد الجمعية العمومية الانتخابية لإعتماده في الرياضة العالمية اذ رفض ايميليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية لريال مدريد التعليق على موقف نادي من التعاقد مع كليا نمبابي نجم باريس سن جرمان وقال بوتراجينيو خلال تصريحاته لقناة موفستار الإسبانية لا نريد الحديث على اللاعبين ليسوا في فريقنا ولدينا احترام كبير ريمبابي وندي وتابع الان علينا ان نستعد لنهائي دور ابطال اوروبا فهو خامس نهائي خلال ثماني سنوات لهذه المجموعة من اللاعبين وهو انجاز غير عادي وعن مواجهة بيتيس التي انتهت بالتعادل السلبي في ختام الليجة قال لقد حصل الفريق على فرصي للتحقيق الفوز لكننا افتقرنا للتسجيل وأضاف لحسن الحظ لم يتعرض اللاعبون لأي إصلاح أنا واثق من أن الجميع مستعد للنهائي وكارلو انشيلوتي سيحدد من سيلعب وحول بداعي مرسلو قال بوتراجينيو نحن نتحدث عن أسطورة النلادينا ومن الطبيعي أن تشعر الجماهير بعاطفة تجاهه نظرا لما قدمه وألقابهم وعقب نهائي دور ريال أبطال يمكننا التحدث عن كل شيء وتم جاريث بيل هو ينتمي لتاريخ ريال مدريد وساهم بشكل حاسم في العديد من الألقاب يجب أن نضع ذلك في الاعتبار حيث كان لاعبا مهما جدا بالنسبة لنا لسنوات عديدة قال رودريغو أغويس جنح ريال مدريد إنه لا يوجد لاعب في صفوف الميرينغي يعرف هل سيشارك أم لا ضد ليفربول في نهائي دور أبطال أوروبا المقرر يوم السبت المقبل في باريس ولعب رودريغو أساسيا في المباراة الختامية لريال مدريد بالليغة أمام ريال بتيس يوم أمس الجمعة والتي انتهت بالتعادل السلبي لكنه قال عن النهائي الأوروبي خلال تصريحات لقناة موفستار الإسبانية ما زلنا لا نعرف من سيلعب كلنا جاهزون ومستعدون للعب والمدرب سيقرر قبل المباراة وأضاف نحن جميعا مهمون سواء لعبنا كأساسيين أو بودلاء ومن يشارك يجب عليه مساعدة الفريق عد الفرنسي عثمان دينبيلي نجم برشلونة لإثارة الجدل مجددا بشأن مصيره مع النادي الكتالوني في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي وعدم موافقته على التجديد حتى الآن وفقا لبرنامج كواتر والإسباني فإن دينبيلي أبلغ زملائه في غرفة ملابس برشلونة بأنه لم يتخذ بعد أي قرار بشأن مستقبله واعترف المهاجم الفرنسي بأن لديه عروضا مهمة للغاية من عنديات أخرى لكنه متردد بشأن القرار النهائي وخرجت العديد من تقارير الصحفية مؤخرا لتؤكد اهتمام باريسان جرمان واتشلسي وبايرن ميونيخ بالتعاقد مع دينبيلي بشكل مجاني بعد نهاية عقده خلال المركات والصيفي المقبل أوضح المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول تصريحاته بشأن رغبته في الثأر بالريال مدريد في نهاي دوري أبطال أوروبا وسبق لصاحبي 29 عاما لإعلان عن رغبته في مواجهة الريال في النهائي قبل أن يجاوز الأخير عقبة مانشستر سيتي في المربع الذهبي وتحققت أمنية صلاح بالفعل بعدما ضرب الريال موعدا مع الريدز في النهائي الذي سيقام يوم الثامن والعشرين الجاري وخلال مقابلة مع شبكة بينسبورت قال صلاح عيد جدا بالطبع بمواجهة الريال لكن البعض تخيل عن أمنية ملاقاتهم وكأنني أخطئ في حق النادي وأكملا نحن نتحدث عن أقوى فريق في تاريخ دوري الأبطال وأتمنيت مواجهتهم لما حدث أمامهم في وقت سابق وأشدد مهاجم الريدز على صعوبة المباراة نظرا لخوضها أمام فريق استطاع التغلب على أقوى فرق في البطولة هذا الموسم بعدما أطاح بباريس سنجرمان واتشلسي وماشستر سيتي في طريقه نحو النهائي وفي ختام تصريحاته أكد المصري الدولي شدة حماسه لخوض هذه المباراة معربا عن تفاؤله بشأن الفوز في النهائي الأوروبي الآن نعود ونذكر بأهم وأبرز ما جاء في هذه النشرة من عنوين رئيس الاتحاد الافريقي الإسلامي خليفة الطريقة التجانية بالسينيغال يلبي دعوة الكاردينال هدو الأحوال بياب نعامة بعد احتجاجات أدت لمقتل ثلاثة أشخاص الخرطوم تعلن كامل الاستعدادات لانطلاق امتحانات شهادة الأساس ولجة المنظمة للمسابقات في الاتحاد السوداني لكرة القدم تعقيد اجتماعا مهما ظهر الثلاثة تكاملت هذه النشرة مشاهدين الكرام أشكركم على طيب المتابعة إلى اللقاء شكرا